الرديل تسعين تسعين هواها مصر اللي كتبته شيري هان اللي اعلنت عن تفاصيل اللي حصل الحقيقة على تويتر على صفحة على تويتر او الاكاونت بتاعها على تويتر قالت حذفت ادارة انستغرام رسالتي لك يا صغيرتي سنا ولكنك كبيرة وعظيمة جدا ارادة وصبرا واسرارا وصمودا صوتك هو الحق يا من قلتي ان الاحتلال يمنعني من ان احلم صوتك هو الحق يا عهد واللهما لا تجعني اقول او اقيد او ادعم غير الحق ده رسالة شيري هان اما بقى عن سمايا الخشاب فردت على المشككين في علاقتها بولاد جزاء احمد سعد ونزلت سمايا صورة مع سعد وولاده عشان تأكدنا العاقة بينهم زي ما قالت سمنة على عسل على انستغرام نزلت نانسي اجرام صورة جديدة الحقيقة مع بناتها وهم بيأكلوا فراولة وعلقت نانسي على الصورة وقالت يوم كون فراولة هتشوفوا طبعا الصورة دي على صفحتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين واكيد ما تنسوش اسبات الحضور عليها اخيرا بقى خدت كارمن سليمان لقب مامي ونزلت اول صورة لمعلودها جديد على تويتر وقالت لكل جمهورها الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى ربنا رزقني بابني زين اللهم اين استودعتك اغلى ما املك فاحفظهم بعينك التي لا تنام امين اما بقى النجمة اللبنانية ندين نجيم نزلت فيديو ليها وهي بترقص على اغنية العبيلة ده كان في عيد ملايات حد من صحابها في بيروت وكتبت عليه انا اكتر واحدة بحب الفرح والضحك طالما باحترام اما بقى عن الملاحي مصطفى جيت طبعا زوج كارمن سليمان شانيسك وتبولوكوا على البوست بتاعها اللي هي نزل صورة وهو مسك ايد ابنه زين بعد دقايق كده من ولادته وكتب عليها الحمد لله ربنا رزقنا بابننا الاول زين ربنا يبارك لنا فيه اللهم امين ده كان في الوقت الحقيقة اللي قادم الساهر نزل صورة قديمة ليه مع ولاده وهم في مرحلة الطفولة وكتب عليها مع اشبالي الابطال الحقيقة احتفل كمان احتفل محمود اللي هي بوصول عدد مشاهدات اغنيته عم يا صياد على اليوتيوب لتسعين مليون مشاهدة على فيسبوك بقى نزلت منها فضالي صورة ليها من كواليس الجزء الرابع من مسلسل سلسل الدم وكتبت عليها مع جميلات جميلة الجميلات عبلة كامل كمان وجه محمد صلاح افضل لعب في افريقيا لسنة 2017 حقيقة مرتين مرة من الكاف ومرة من البي بي سي نجمع منتخب مصر طبعا وفريق نادي ليفر بول للانجليزي رسالة شكر الملحم عزيز الشفعي بسبب اغنية غنوا لصلاح وكتب صلاح على تويتر الاغنية جمدة مش عارف اقول لك ايه لكن اكيد انت شايف رد فعل الناس طبعا عزيز الشفعي زمل كاوي قديم فبنقول له هارد لك يا عزيز وطبعا محمد صلاح يعني لو كان راحل زمالك الحمد لله انه هو ما راحش الزمالك ده بالنسبة لسوشيال ميديا الفنانين ولسه مكملي مع بعض راديو سكوب على راديو تسعين تسعين ما تنسوش اثبات الحضور على صفحيتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين يا مليعيني تامر حسن